تدخل ليبيا في أزمة الأخوين حافظ ورفعة الأسد لا يزال إلى يومنا هذا حديث وسائل الإعلام والأوساط السياسية كما أن هذا الموضوع تدور حوله الكثير من الشائعات والغموض فلماذا تدفع ليبيا 200 مليون دولار لإخراج رفعة الأسد من سوريا؟ حتى عام 1984 كانت علاقة رفعة الأسد منسجمة إلى حد كبير مع شقيقه حافظ الأسد حتى أن رفعة كان أكثر جنرالات أخيه ثقة لكن الشجارة العائلية بدأ بعد فترة وجيزة وبعد عامين اثنين فقط اشتبه في أن رفعة كان يخطط للإطاحة بشقيقه ومحاولة الانقلاب عليه وحدثت أزمة كبرى بينهما وكانت سوريا في ذلك الوقت على حافة المواجهة إلى أن تدخل عبدالسلام جلود والمعروف بالرجل الثاني في ليبيا خلال حكم الرئيس السابق معمر القزافي حيث أنه زار سوريا والتقى الرئيس حافظ الأسد الذي كان غاضبا بشدة من أخيه رفعة قائد سرايا الدفاع آنذاك وطلب من جلود المساعدة في خروج رفعة من سوريا فلما ذهب جلود إلى رفعة وعرض عليه الخروج إلى أوروبا وافقا لكنه اشترط مبلغا ماليا ضخما قيمته مئتا مليون دولار فلما روى عبدالسلام جلود لحافظ ما حدث وطلب أخيه ذلك المبلغ الضخم أبلغه حافظ أن سوريا لا تملك هذا المبلغ وأن ليبيا الوحيدة القادرة على مساعدة سوريا في هذا الدمار فاقترح جلود على حافظ أن تدفع ليبيا هذا المبلغ لرفعة بشرط أن ترده سوريا فيما بعد فوافق حافظ حينها وبالفعل التقى جلود برفعة عدة مرات على وقع أزمة دمشق واستمرت اللقاءات بينهما لأسبوع حيث قال عبدالسلام جلود أن رفعة كان حزينا للغاية من فكرة المغادرة ومن الاتهامات التي وجهت إليه بأنه عميل سعودي وأمريكي بينما قال له عبدالسلام جلود إنه إن خرج من سوريا سيكون مضحيا ورجلا وطنيا وليس عميلا وحلت ليبيا تلك الأزمة التي عصفت بالبلاد وهددت بتدمير دمشق وسهلت خروج رفعة الأسد من سوريا حيث عقد جلود صفقة مع رفعة تقضي بخروجه من سوريا مقابل 200 مليون دولار أمريكي وذلك لتأمين عائلته البالغ عددها 48 فردا وأتمت ليبيا تلك الصفقة التي أفضت في المحصلة إلى خروج رفعة الأسد من سوريا إلى الاتحاد السوفيتي ومن ثم إلى الاستقرار في أوروبا حيث حمل هذا المبلغ أحمد رمضان حاكم المصرف المركزي الليبي ومن ثم سلمه إلى سوريا وقال جلود إن ما قام به كان مهمة قومية صعبة ومعقدة في سوريا وبالفعل خرج رفعات واستقر لأكثر من 30 عاما في الخارج إلى أن عاد إلى دمشق في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي ترجمة نانسي قنقر